مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة وفيها تتابعون من المواقع المحلية ميليشيا الحوثي تنهب أكثر من 35 مليار ريال نيويورك تايمز تقول لماذا القنابل الأمريكية الصمع تقتل المدنيين في اليمن وفي الأخبار المنوعة الصين تشتري الثعابين والفئرام من المواطنين الذين يربونها في المزارع يقول موقع المصدر أولاين أن الحكومة اليمنية أدانت قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بنهب الإرادات من رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي في الحديدة والتي تصل لأكثر من 35 مليار ريال هذا المبلغ وبحسب الموقع كان مخصصا لمرتبات موظفي الخدمة المدنية ووزارة الخارجية في بيان لها الاثنين نشرته وكالة سبأ للأنباء قالت إن هذا التصرف يعد مخالفة صارخة لتفاهمات الإجراءات المؤقتة لاستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن وفي وقت سابق يضيف الموقع تحدث جريفث عن مسألة مقلقة كشف فيها عن نية الحكفيين سحب أموال من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة والمتفق أن تودع فيها إيرادات استيراد النفط وتصرف بالتوافق في إطار اتفاق الحديدة كمرتبات للموظفين كشف الأكاديمي البريطاني مارك أوين جونز عن دعم السعودية لحملة إلكترونية تحت وسم خلافة فيسبوك على تويتر للتحريض ضد النشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان وعنونا موقع الجزيرة نت أكاديمي بريطاني حملة سعودية ممنهجة ضد توكل كرمان جاء عقب اختيارها عضوا بمجلس حكماء فيسبوك للإشراف على محتوى الموقع وقال جونز وهو متخصص في العلوم الإنسانية الرقمية في سلسلة تغريدات مساء الأحد مدعومة هذه التغريدات بالتحليلات الرقمية والبيانات قال إن الحملة واحدة من أكثر الحملات الزائفة المنسقة التي شهدتها وما يلفت الانتباه بها عدد الحسابات الوهمية التي تغرد من خلالها وعصف الحملة بأنها سلوك صبياني يتم الترويج له بشكل مصطنع كما تعد الحملة مثالا واضحا لكيفية التلاعب بالمنصات وجاء في تغريداته قمت بتنزيل نحو 17 ألف تغريدة لمستخدمي عشرة آلاف حساب غردوا تحت وسم خلافة فيسبوك ووجدت أن ما لا يقل عن ألفي حساب عبارة عن دمى وروبرتات لمستخدمين غير حقيقيين وأكد قائلا هذا سلوك غير حقيقي أو غير حقيقي منسق ومنظم وأضاف عند التعمق في البحث في هذه الحسابات نلاحظ أن الألفي حساب المشكوك في أمرها غردت حوالي 200 تغريدة معظمها من داخل السعودية والرياض بشكل واضح كما أشر إلى أن من بين الملاحظات وجود مجموعتين بارزتين ضمن الألفي حساب تعملان بشكل غريب لا علاقة لهما بالنشاط الأصلي الخاص بوسم خلافة فيسبوك كورونا يتوج مآسي اليمن تحت هذا العنوان كتبت هلا كودماني مقالها في صحيفة لبراسيو الفرنسية وترجم مقالها لصالح قناة بلقيس لا يمكن قياس الانتشار الواسع للوباء بالإحصائيات لأنها غير موجودة تقريبا أو تم السخرية من أرقامها الضائلة في اليمن المنقسمة جراء الحرب الأهلية في حين أن الحكومة المعترفة بها دوليا والمدعومة من قبل المملكة العربية السعودية في جنوب البلاد سجلت رسميا 128 حالة إصابة و20 حالة وفاة فإن سلطات الحوثيين في صنعاء التي تسيطر على الشمال تنكر المرض تماما وتلاحق كل أولئك الذين يتحدثون عن المرض في مدينة عدن وحدها حوالي مليون نسمة تم تسجيل ما يقرب من 500 حالة وفاة مشتبه بها من كوفيد 19 في غضون أسبوع المقابر هي المؤشر الرئيسي لانتشار الوباء في اليمن تؤكد كارولين سيوغين منسقة منظمة أطباء بلا حدود في اليمن ليس لدينا فكرة عن المنحن الوبائي شعارنا ونفعل ما نستطيع تتواجد هذه المنظمة غير الحكومية منذ عدة سنوات في اليمن وقد قامت مؤخرا في عدن بإنشاء مركز كورونا الوحيد في البلاد وقالت من بين 60 مريضا تم إدخالهم في الأيام القليلة الماضية مات عشرون معظمهم رجال تتراوح عمرهم بين 40 و60 سنة صحيح أنه في مقاييس متوسط العمر المتوقع في اليمن ربما تكون مكافئة للفئة العمرية بين 60 إلى 90 سنة في فرنسا لكننا نأسف أيضا لوفاة أعضاء من منظمتنا بما في ذلك طبيب أطفال وطبيب أسنان في حدن تؤكد كارولين سيوغين تثير عوامل تفاقم الوباء في اليمن مخاوفة من حدوث فوضى في المستقبل لأنه تمت إضافة الفيروس التاجي إلى الأمراض الخطيرة الأخرى الموجودة والمتكررة في البلد الكوليرا وحم الضنك والحصبة قال جان نيكولاس بيوز ممثل مفوضية السامية لأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن مناعة السكان منخفضة للغاية لأن أغلبية الناس يتناولون وجبة واحدة في اليوم ولا يتم تطعيم الأطفال بالإضافة إلى ذلك تستمر الحرب على الرغم من الوضع الصحي المأساوي ممارسة يمنية نموذجية أخرى تساهم في انتشار الفيروس إنه القات تمضغ الغالبية العظمى من الرجال في اليمن هذا النبات المبهجة في جلسات جماعية يومية وهو وصفة لتسريع التلوث في هذا المشهد الكارثي لليمن بعد ثلاثة أسابيع من أعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم إماراتيا ما يسمى بالإدارة الذاتية لمدن جنوب اليمن لجأت الرياض التي يبدو أنها عجزت عن إخضاع المجلس سياسيا وإرغامه على إلغاء خطواته الانقلابية لجأت إلى خطوة متقدمة تتمثل بمحاولة جر الانفصاليين إلى مواجهة المجتمع الدولي السعودية تجر الانتقالي الجنوبي إلى البحر أي مواجهة المجتمع الدولي وفتح الهجوم المسلح من قبل قراصنا والذي تعرضت له سفينة تجارية قبالة سواحل مدينة المكلة في خليج عدن أولى من أمس الأحد الباب أمام صدام مباشر بين السعودية والانتقالي الجنوبي الساعي إلى توسيع تمرده في أكثر من محافظة يمنية وتفجير حروب جديدة ضد الشرعية جنوبية البلاد ووفقاً للمصادر أو لمصادر العربية الجديد يحتجز المجلس الانفصالي عدداً من الزوارق البحرية الحديثة في منطقة التواهي بعدن ورفض خلال اليومين الماضيين التعاون مع قائد القوات السعودية في عدن مجاهد الاعتابي بتسليمها لقائد خفار السواحل اليمني اللواء خالد القملي وفي شو مشهد يدل على تخبط غير مسبوك قدمت وسائل إعلام تابعة للانتقال مبررات مختلفة لعملية احتجاز الزوارق بالقول إن اللواء القملي من القيادات الإخوانية داخل الشرعية وإنها تتخوف من استخدام تلك الزوارق في معركة محافظة أبيان وقصف قواتهم بالقرب من مدينة شقرة وكما لو أن الزوارق البحرية قد أصبحت رهينة لدى الانتقالي طلب بن بورايك التحالف بالضغط بشكل جدي على الشرعية لتنفيذ اتفاق الرياض وتكوين حكومة اتفاق مع الانتقالي وحينها يبشر بكل الخير وطبقا للصحيفة يبدو أن السعودية ستستغل تواجد الانفصاليين في المنافذ البحرية الحساسة لتوريطهم في تهم أكبر من تهديد السفن وممرات الملاحات الدولية حيث ألمح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني المقرب من الرياض إلى أن المجلس الانفصالي عرقل جهود الشرعية في القيام بواجباتها تجاه وقف عملية تهريب الأسلحة الإيرانية لميليشيا الحوثية خالة لحقت البارحة بابنها بعد عشرة أيام من الحزن هكذا بدأت الطبيبة اليمنية المقيمة في ألمانيا سناء مبارك مقالها الذي رصدت فيه جزءا من معاناة أسرتها في عدن وقالت في مقال تنشر بالقيس أجزاء منها طلبنا من الأهل عن طريق أمي أن يتوقفوا عن عمل عزاء وأن يعزل المخالطون لابن خالتي المتوفى أنفسهم ولكنهم استندوا على هلامية التعامل في محجر الأمل الذي نقل إليه وتوفي بعدها ببضع ساعات منتظرا للأطباء لم يتتبع أحد المخالطين ولم يزودوهم بالمعلومات ولم يقل لهم أحد أن سبب الوفاة هو اشتباه بالكورونا فكان كلامنا الذي يأتي من على بعد قارتين كالأذاني في مالطة حتى المتعلمون في العائلة يرددون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ونردد نحن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك البارحة توفيت خالتي التي نحبها وتحبنا ظننت للوهلة الأولى أنها ماتت حزنا على ولدها ثم قالوا لي بآثن الرجعي أنها كانت تعاني الحمى وشخصت بالملاريا وقبل وفاتها بساعات بدأت تظهر عليها أعراض ضيق تنفس لم تمهلها ساعات حتى فاضت روحها الطيبة إلى بارئها بدأت كالمسعورة ومنزوعة الرحمة وأنا على طرف السماعة أصرخ باستيريا على ابنة خالي الأخرى أستبدل العزاء والدموع بصرخات الخوف والتحذيرات طلبت منهم ألا يجتمعوا لوداعها وأن يتفرقوا فورا ولكنهم غسلوها وأبنوها واجتمعوا لوداعها ولعلهم يقيمون الآن مجلس العزاء كل هذه البروتوكولات الاجتماعية قوة ضاربة لا يمكن هدمها دون وجود دولة وبالقوة كل هذا التدين والتسليم بثنائية القضاء والقدر حاجب وحجاب يلغي العقل والتفكير ويجردك حتى من أبسط قواك الفطرية التي تحركك الخوف الخوف الذي علمون في الطب أنه يضعك أمام خيارين لا ثالثة لهما إما أن تقاتل أو أن تهرب ولكنهم لم يقولوا لنا أنه سيدعك في عدن تكابر وتستهل وتسلم وربما تتقبل فكرة أن تموت وأن تقف أمام طلقة الموت بصدر عار ما لم تتحرك كل القوى الاجتماعية والأمنية والسياسية ومن ثم الطبية لأجل توحية الناس بفكرة أن لا علاج للكورونا إلا أن تمنعه من أن يأتي إليك ويختبر مناعتك كل قوى الشعب مجتمعة يجب أن تبذل كل ما تستطيع لأجل منع الناس من عمليات الانتحار الجماعية قال تقرير خاص نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وترجم لصالح بلقيس إن تبني الرئيس رامب لمبيعات الأسلحة ساعدة في إطالة عمر الصراع الذي قتل أكثر من مئة ألف شخص في أفقر بلدان العالم العربي والذي أدى إلى المزيد من زعزعات الاستقرار في منطقة متقلبة بفعل وتسألت الصحيفة لماذا كانت القنابل الأمريكية الصنع تقتل المدنيين في اليمن وعفقا للصحيفة الأمريكية فإن صانعي الأسلحة الأمريكيين الذين يبيعون للسعوديين يقولون إنهم مسؤولون أمام المساهمين وأنهم لا يفعلون أي شيء خاطئ ولأن مبيعات الأسلحة إلى المؤسسات العسكرية الأجنبية لابد وأن تكون معتمدة من وزارة الخارجية فإن الشركات تقول إنها لا تصنع أي سياسة بل إنها تتبع الموجودة منها فقط لكن بينما كان الموقف يسوء في اليمن فإن شركة واحدة على الأقل وهي رايثيون فعلت أكثر من مجرد انتظار القرارات من المسؤولين الأمريكيين فقد بذلت جهودا كبيرة للتأثير عليهم حتى بعد أن حاول بعض أعضاء الكونغرس وقف المبيعات للسعودية لأسباب إنسانية تفيد الصحيفة أنه بعد أن بدأت حرب اليمن في عام 2015 اتخذت إدارة أوباما قرارا متسرعا لدعم السعودين حينها تعاقدت رايثيون وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار متخصصة في الدفاع والأمن القومي على أكثر من ثلاثة مليارات دولار لأجل مبيعات قناة بلا جديدة تقول الصحيفة إن بعض الأسلحة انتهى بها المطاف في أيدي الجماعات الإسلامية المسلحة في البلاد وتلخص الصحيفة إلى أنه بالرغم من أن الإدارات السابقة أظهرت أحيانا استعدادها لتحقيق أهداف محدودة في تسليح الأنظمة السياسية العنيفة يبدو أن ترامب ينظر إلى مبيعات الأسلحة باعتبارها غايات في حد ذاتها خرافة الأسلحة التي تقتنيها الأنظمة العربية تحت هذا العنوان كتب حسن مجدوبي مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي مضيفا كشف رئيس حكومة ماليزيا السابق مهاتير محمد كيف باعت الولايات المتحدة لدولته طائرات مقاتلة تصلح فقط للاستعراض وهذه من الأسرار التي لا تستطيع الدول العربية الكشف عنها لشعوبها على الرغم من صفقات الأسلحة التي يفطر أنها موجهة إلى الدفاع عن الوطن أغلب الأسلحة التي تقتنيها الدول العربية والإسلامية من الولايات المتحدة تصلح كما قال مهاتير للاستعراض العسكري ليس إلا كما أنها لا تتعدى في العمق إيهام الأنظمة الحاكمة لشعوبها بوهم التفوق والعظمة العسكرية هذا الوهم الذي يتبدد ساعة الحقيقة في التحديات الكبرى واتضح ذلك حين فشلت السعودية بأسلحتها التي يفترض أنها متطورة في هزيمة حركة الحوثيين كما أن كل ما يقال عن هجمات مصرية ضد سد النهضة في إثيوبيا هو مجرد كلام رقمي وفوق الورق لأن سلاح الجو المصري لا يمكنه الوصول إلى العمق الإثيوبي بسبب المسافة البعيدة ثم صعوبة المرور من الأجواء السودانية ألاوة على منظومة دفاع إسرائيلية اقتنتها إثيوبيا وتدخل ضمن استراتيجية إضعاف إسرائيل لمصر لأنها تبقى الخطر الدائم الذي تخشاه خلال العقود المقبلة الدول الغربية تبيع للعالم العربي فقط نسخا حقيقية من نوع واحد من الأسلحة وهي المعروفة بأسلحة محاربة الشغب أي الأسلحة التي تستعمل في قمع المعارضين ومواجهة الانتفاضات المنددة بالفساد والمطالبة بالديمقراطية مثل القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي في خطوة يتوقع أن تخفف من حدة انتشار فيروس كورونا حول العالم تأصلت دراسة حديثة إلى مادة تحمي الأسطح من كورونا والجراثيم لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وينتظر أن تصبح هذه المادة من الأسلحة الجديدة لمحاربة الوباء وعنوان موقع الديدوليو الألماني سلاح جديد مادة ترش على الأسطح تحمي من كورونا لمدة ثلاثة أشهر حيث تحمي طبقة من مضاد للجراثيم ترش على كل الأسطح من الفيروس وفقا لدراسة أعدها باحثون في جامعة أريزونا الأمريكية فإن كمية الفيروس المتواجدة على الأسطح التي رشت بمضاد الجراثيم هذا تراجعت بنسبة 90% في غضون 10 دقائق وبنسبة 99.9% بعد الساعتين وأوضح شارلز جيربا عالم البيولوجيا المجهرية في الجامعة والمعد الرئيسي للدراسة لوكالة فرانس بريس أن هذه التكنولوجيا هي التطور الكبير المقبل في احتواء الوباء وأنها مهمة خصوصا للأسطح المستخدم بكثافة مثل قطارات الأنفاق والحافلات التي تعقم بانتظام وتابع أن هذه التكنولوجيا لا تحل مكان التنظيف والتعقيم العاديين بل تحمي في المراحل الفاصلة بين عمليات التنظيف والتعقيم المنتظمة إذا كنت مواطنا صينيا ولديك أقفاص تربي فيها ثعابين وفئران فإن الحكومة على استعداد لشراء ما ربيته من هذه الحيوانات القاتلة ووفقا لموقع البي بي سي مساعدات مالية للمزارعين في الصين للتوقف عن تربية الحيوانات البرية تقدم بعض المقاطعات في الصين مساعدات مالية للمزارعين لتشجيعهم على التوقف على تربية الحيوانات البرية التي يمكن أن تكون مسؤولة عن ظهور أمراض جديدة مثل الذي يسببه فيروس كورونا وتشتري مقاطعة هنا بوسط الصين من المزارعين الثعابين التي ربوها كما تشتري أكضا الفئران والقطط أو قطط الزباد على الأخص على أمل أن يشجع هذا المزارعين على تربية حيوانات أخرى مدجنة تقول وسائل الإعلام الحكومية إن ست مقاطعات أخرى بدأت أيضا بتنفيذ خطط مماثلة ولا تأكل الغالبية العظمى من السكان في الصين هذه الحيوانات ويبدو أنهم يدعمون هذه الخطط بهدف الحد من التجارة في الحيوانات البرية وقدمت السلطات الصينية تشريعا يحد فصائل الحيوانات التي يمكن تربيتها قانونا للحصول على لحومها لكن المنتقدين لهذا التشريع يقولون إن هذا لن يوقف التجارة في تربية الحيوانات لاستخدامها لأغراض طبية صحيفة الڭارديان البريطانية نشرت صورا قالت إنها الأفضل لهذا الأسبوع وكالعادة غلب عليها طابع فيروس كورونا نتابع جزءا منها في جولتنا المصورة لهذا اليوم ترجمة نانسي قنقر أخيرا عدد من رسومات الكاريكاتير والتي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في هذه الجولة بهذا وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقاتنا لهذا اليوم أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء